السلام عليكم جميعا اليوم الفيديو الثاني يعني الدرس الثاني في سيسير الدروس انجزير الباكالورية في سبيل ايطال مرجعي باك 2020 الدرس الاول كان على الوكابلوري ديال الوكابلوري انت اديوم ودبا غادي ندوزو اليونت الاخرى الوكابلوري ديالها اللي هي هي هيمور يعني غادي نقرأ اليوم يعني كيكونو دي مجوز ديال الدروس اولا نقرأ الكلمات او المفرادات اللي هم على قبل اللي كيعاونوكم في ممكن تحطو عليهم اسئلة ممكن تحطو فالنص ويلا قرأتهم خاصكم تفهمو مشنو تيقصدو بهم الدرس ثاني تيكون هو واحد درس ديال الفوكابلوري يعني تيكون واحد درس ديال مفرادات مثلا في الدرس اللي شفنا قبل في الدرس الاول كان اديومs هالدرس كان كولوكيشنز اللي اللي هم على قبل هيمور هنا قدرت لكم ناونز يعني كلمات اسماء ذلككوم فرب يعني افعال وهنا ادجكتف يعني نعت هنا لدينا ناونز هيوميور اللي هي اول كلمة حسنا عارفو اللي كتعني الفوكاها لدينا فن اللي كتسمعوها بزاف كاندن را dur ministro قوميدى فوكاها لأيوميدي لدينا كوميدين فوكاهي يعني مش كتعة فوكاهي احد الادجكتف قوميديان يعني هو الشخص اللي يقدم فوكاها joke نكتة laughter ضحك يعني love laughter ضحك sense of humor هي حاس فكاهي sense of humor هي حاس فكاهي ولا حاس الدعاء باللي تنقولو احنا 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 بالدريجة المهم بحال هكا ال verbs اللي كينين هي to love at to love at هي واحد الفرز ال verb love at تسعني تضحك على شي حاجة اما تضحك على راسك او على شي شخص او على شي حاجة اكسترا to love at someone ولا to love at yourself هنا هدنا to take a joke to take a joke يعني كتتقبل المزح مثلا انا كما تنقولو احنا يجي حتي اضحك معاك او شد فيك كتقبلها ازع معادي يعني to take a joke to crack joke هي to simply to say a joke يعني باش تقول واحد النقطة هي to crack a joke to smile تبتسيب to smile to make a joke هي تاهية بحال to crack a joke غير بطريقة اخرى to make ولا to crack بحال بحال هي انك تقول واحد النقطة to love تضحك to moak تسخر يعني تضحك على شي حد يعني تستهزئ او تسخر من شي حد adjectives اللي لدينا هما humorous يعني مضحك funny نفس المعنى مضحك hilarious مضحك جدا يعني اكتر من funny و humorous يعني hilarious يعني extremely funny هنا smiley جاية من smile smiley يعني مبتسم silly كتعني سخيف وسخيف يعني شي حركات لزي يكونوا سخيفة ولا شي نكتر كتكون سخيفة تنقول لها silly joke ولا silly behavior ولا شي حاجة بحركة silly joke كتعني نكتر سخيفة amusing كتعني مسلي amusing ironic كتعني ساخير يعني تتقول شي حاجة وتتقصد بها شي حاجة اخرى يعني تكون تقول شي حاجة وتقصد بها شي حاجة اخرى باش تضحك يعني ironic يعني كتستعمل humor باش تضحك ولا تسخر من شي حاجة كما تشوفوا guys الفيكابلوري ياري هاد اليونيت بساط ساهلين معهلين يعني واضحين ما شي شي فيكابلوري صعب الاكترية فيهم كنسمعهم بزف حياتنا اليومية funny smile silly joke joke joking كنقولو I'm kidding ولا I'm joking comedy comedian sense of humor هاد يرغا تكون جديدة عليكم laughter content هاد يرغا تكون جديدة عليكم amusing كذلك ironic كذلك المهم اكتر يف هاد hilarious funny etc joke etc تتكونوا سامعنهم من قبل يعني هادو هما الفوكابلوري اللي خاصكم تعقلوا لهم اللي مهمين في هاد اليونيت امتأكد انكم غادي تقدروا تحفظوهم حيات ساهلين بساف واضحين دابا غا ندوزل واحد تمرين باش نشوفوا واش تقدروا تتجاوبوا يلا تحط ليكم بحالة تمرين او مثلا لا تحط ليكم جملة وخاصكم تضيفوا فيها واحدة من هاد الكلمات واش تقدروا تجاوبوا واش تقدروا تفهموا اين هاي الخاصة تستعمل نا داير اللي لكم فيلن the gaps with the appropriate word from the list يعني غا تعمرو هاد هنا هاي ال gaps appropriate يعني الكلمة المناسبة ومن هاد الكلمات اللي عندكم هنا ناعدنا yesterday i went to the cinema to watch a comedy movie the film was full of فاش قلنا لكم ببارح في الدرس الاول قلت لكم فاش تكون هاد شي حاجة off دي ما من ورات يكون واحد النون يعني full of ولا made of ولا مثلا المثال اللي كان عدنا البارح دي اللق of اللي قلت لكم كنديرو lack of دي ما من ورها ناون يا إما lack of money lack of understanding lack of invention اللي هو المثال اللي كان عدنا البارح في التمرين بحال هكا يعني دي ما فشتكون انت كومش حاجة off كي كوم من ورها واحد النون يعني ماشي adjectives ولا verb etc and actors يعني هنا يا قال لي الي يستردين البارح ماشينا السينيما باش نشاهدوا واحد الفينم كوميدي a comedy movie أنا متأكدة هتكونوا فهمتوا هات السنتنس حينتا سهلا I went to the cinema to watch a comedy movie the film was full of قلنا كنديروا واحد ناون يعني غاتشوفوا أين هي ناين اللي ناون and actors were يا إما كان ديروا were كانوا شي حاجة ولا were doing something يعني كانوا كيديروا شي حاجة ولا كانوا شي حاجة إما غايقول adjectives كيوصفهم هما وإما كيديروا شي حاجة were doing something يعني كانوا كيديروا شي حاجة كون السنتنس ما كانتش فيها had jokes يعني كانت غادي نديروا واحد الوصف ديال actors ولكن فين كان jokes كلا درنا مثلا the actors were hilarious ولا funny jokes رع ما جاتش يعني واش ال actors هما اللي كانوا واحد الفاني jokes يعني هما راها نوكة مسلية ولا هما نوكة مضحكة يعني ما يمكنش the actors were doing something يعني كيتستعمل مع had jokes يعني واحد الفيرب تنديرو مع jokes كان هنا they were also كانوا كيدروا حاجة اخرى اللي هي خاصكم تشوفو عبتاني واحد الفيرب اخر من هنا واحد الفعل each other يعني كما قلنا قبل في الفوكابول غط تفكروا انا هي اللي كان شخص مع اشخاص اخرين يعني شنو ممكن يكون gags sense شنو بالضبط كانوا كيدروا مع بضياته يعني شنو كانوا كيدروا البضياته the main actor was doing some the main actor was doing doing يعني كان كيدر شي حاجة some وكان عندكم هنا movements يعني حركات هنا خاص يكون disadjective اللي كي وصفول لنا movements adjectives اللي غا دي وصفول لنا movements اللي كان كيدر actor شوف هنا adjectives وحد adjectives يدل واحد هنا مربوط ب and he showed that he has agreed شنو عاي يكون عندو يعني he has عندو he has عندو عندو شي حاجة يعني خاص تكون واحد noun مش adjective مش verb قبل ما ندوز وجاوب حاول انكم تجاوب علي وخ شوية تيبا معقد شوية صعيب ولكن حاولو انكم تجاوب علي حاولو تشوفو امتا يخصكم تستعملو ناو امتا كان وصف الشخص بل امتا كان وصف شيء بحال هك باش مجدد انكم امتا لتنمو تشوف مجدد كميدي مجدد مجدد لكن كنتم تفرجوا في تيفي ما حال هذا كانوا تدوز واحد البرنامج في تيفي ديال مجدد مغربة وكانوا ديمة بين واحد السين وواحد السين يعني واحد الكاميرا كشي تكتبو دي غاق يعني شيء حاجة هنا فول اف درنا غاق هين تشهير كلمة هي كلمة يعني دفع مواز فول اف وات يعني كنقول فول اف وات يعني فول اف هلاريوس ما يمكن ش ندير بحلاك ولا فول اف سيلي سيلي كان كيخص يكون منورها شيء باش نقدر ندير اجلك كتير كيوصف هلين خاص ضرور تكون شكري مخرم نورا حيث ما كان التكلمة يعني هادي هي النون so هنا قلنا قبيلا ان جوكز كندير مع الفرب crack يعني انهم tell to tell joke هي to crack joke يعني انهم يقول نوكت they were also each other يعني بضيات هم هنا هندير موكين يعني كيصخروا كانوا تيصخروا من بضيات يعني تيضحكوا هنا the main actor was doing some و كان هنا was doing و movements يعني خاصنا ندر adjectives لكي وصفل لنا هذه movements hilarious silly يعني مضحكة بزاف وسخيفة في نفس الوقت the main actor كان كيدر واحد حركات اللي هما مضحكة وسخيفة يعني silly he showed that he has a great sense of humor يعني sense of humor يعني حس الفكاهة يعني كيدحك حس الفكاهة يعني he showed us that he has يعني عنده واحد حس الفكاهة يعني واحد حس الفكاهة اللي great اللي رائع زائمة حس هكا خس خس كم تجاوب وخس تبقا تشوفو شنو يمتا ندرون ناون يمتا عندنا مثلا شي حاجة off ندرون ناون إلا كان عندنا شي حاجة doing we're doing something يعني ندروا verb مثلا هنا يو هنا إلا كان عندنا واحد كنشوفو امتا واش خس نوصف واحد الشخص ولا شوفو تاني واش عندنا هن يعني عندو شي حاجة sense of humor بحركة تقدروا تجاوبو دوزو double blockations collocations means two or more words that are used together in a sentence يعني تيكونوا جوج كلمات أو أكثر اللي تيكونوا ديمة تتستعملوا مبضياتهم في نفس الجملة collocations ممكن لقاهم على بزف الأشكال مهم هادو اسمتهم parts of speech adverb adjective verbs nouns اسمتهم parts of speech في التانوية ماكنكنش تنطرقوا التفاصيل ديالهم بزف تنكونوا عارفين المين ideas ولكن ماكنكنش كنتعمقوا فيهم بزف خاصكم تعرفوا مثلا غير بحل adverb تنستعملوا باش نمودي فيوا واحد الadverb آخر بحاله ولا adjective ولا verb بحال مثلا هنا fully aware ولا happily married يعني هذا happily كتدر لنا واحد الاكسترا information على married married هو adjective happily because it modifies married so it's an adverb هنا ممكن نجمعهم بجوج بشكل collocations يعني مثلا fully اسمتها collocate aware اسمتها collocate فشكل نجمعهم بجوج كتدر للي collocation المهم الممكن لقوها على شكل adverb plus adverb حال هنا quite enough pretty well etc ممكن تكون adverb plus verb never knew or quite agree etc adjective plus noun international organizations مثلا ممكن لقوها adjective plus preposition يعني انتم ماشي ضروري انكم تعرفوا ماشي 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 يعني تخصكم غير تشوفو هاد كلمات اللي تم شما بجياتهم تعرفوا انهم collocations هنا كين examples di collocations كيفاش ممكن استعملهم في جمل هنا كين we should improve our educational system educational system هي collocation لنا هنا مثلا english is my favorite school subject 2018 2019 was an amazing school year مثلا هنا both girls and boys should wear a school uniform يعني هنا يعتني واحد collocation كتستعمل جمع مع بضياتهم ممكن مطبئة الحال تلقوهم في كلمات بوحدهم ولك يمنين تلقوهم بجوج يعني collocations تكون على يقين أن لتحط هذا التمرين الوطني سيكون على هذا الشكل يعني سيعطوكم واحد sentences وانتم يخصكم تختار the appropriate collocation التي تستعملها في كل الجملة مثلا هنا يعطي school uniforms free access mixed classes and university degree يعني تخصكم تختار إناهي المناسبة في هذا السياق will help decreasing gender discrimination for example شنو اللي ممكن يدكري زي لنا gender discrimination واش university degree or mixed classes or free access or school uniform باش تجاوبوا على هاد النعم الأسئلة من الأحسن أنكم تشدو هاد collocations تشوفو تشوفو وحدة فيهم شنو تعني مثلا school uniforms يعني شنو تعني كل وحدة فيهم or free اكثر شنو تعني باش تعرفوا أين هي اللي جاي مع هاد السياق دير هاد الجملة واحد الحاجة اخرى ممكن تعون كم باش تعرفوا الجواب صحيح هو انكم تعودوا ديما تشوفوا الكلمة اللي عندكم هنا واش plural او singular يعني تشوفوها وتتقارنوها مع verb اللي عندكم في sentence حين تش إلا كان word plural تا الفرب خاص بيكون plural إلا كان singular خاص ال يكون singular يعني هاد من الحوايج اللي يعاونوكم انكم تعرفوا شنو اللي خاص كم تستعملوا بالضبط خاص كم تردوا البال مثلا هنا خاص كم تردوا البال اين اللي جاي في السياق مثلا هنا students should have online libraries يعني شنو اللي اللي علاقة online libraries مثلا university degrees يعني mixed classes انتم ما غا تعرفوا المهم خاص كم تردوا هذا التمرين اما في التعليقات او احسن تاخذوا ورقة وستيل وتجاوب علي الزل جواب not mixed classes will help decreasing discrimination يعني هنا not mixed classes يعني mixing boys and girls in the same class تقصد لنا gender يعني عافش تشوف هذا gender gender ستعرف ان خاص كم تستعملوا mixed classes يعني boys and girls هنا عدنا students should have free access to online libraries فش not to online يعني اش حاجة اللي online و online libraries كيخصنا لهم واحد access يعني واحد الولوج يعني free access students should have free access to online libraries يعني خاص يكون عندهم واحد الولوج مجاني المكتبات اللي هما online هنا عدنا it's very challenging to obtain a university degree يعني شنو اللي ممكن يكون challenging يعني هاد الورد راه كل تقريب انت يعرف ها challenge يعني يعني تحدي شي حاجة اللي تحدى الانسان ضن غا تحتاج و تشوف و شنو الكل مال اللي لها علاقة challenge يعني شهاجة صعيبة شهاجة ماشي سهلة يعني ما تكون free access is challenging ولا mixed classes is challenging يعني شي حاجة اللي تحتاج واحد الافورد واحد مجود يعني a university degree يعني يعني our school is given school uniforms for free يعني شي حاجة اللي give شي حاجة اللي تعطى مثلا our school is not going to give us free university degree ولا مثلا free mixed classes يعني mixed classes من تقول عليهم given ولا شهاجة given for free يعني شي حاجة اللي غا تكون تعطى for free يعني بالمجان so it's school uniforms so guys can تمن تكون استفتوا من هد la video ان شاء الله ما وعدونا في فيديو ديال غدا ان شاء الله مع درس جديد مع unit جديدة غن خدمو تا vocabulary ديال و الدرس di vocabulary يعني terms اللي اللي الكريمات دابا guys اذا كان هذا اول فيديو كتشوفو دخلو وغلقو الفيديو اللي والدرس الاول في description خاصكم ضروري تفرجو فيه اللي و و ان شاء الله وتسالي و في نفس الوقت اللي غا ديال فيه او نقدر نكون سابقين كم بعض الايام مش مشكل حيط حيط حنا غا ديال اللي برو 24 يوم يعني الدرس غا ديال يوم في 24 يوم يعني ما زال عندكم الوقت باش بدأوا من دابا the guys ما تنسو تبارتاجي ولا فيديو مع صاحبكم و مع الناس اللي تتعرفو and good luck ان شاء الله